وإلى البورصة الهندية حيث تجاوزت القيمة السوقية للأسهم الهندية بنهاية التعاملات اليوم وللمرة الأولى في تاريخها مستوى 4 تريليونات دولار مما يمثل على ما فارق لخامس أكبر سوق للأسهم في العالم وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الهندية بمقدار تريليون دولار في أقل من ثلاث سنوات فيما صعدت مؤشرات الأسهم الرئيسية بأكثر من 13% هذا العام وتتجه نحو تحقيق مكاسب غير مسبوقة للسنة الثامنة على التوالي توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز أن تصبح الهند ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم بحلول عام 2030 مشيرة إلى أن التحدي الرئيسي سيكون استغلال الفرص المتاحة لتصبح مركز التصنيع العالمي الكبير المقبل